لا يوجد إذا تكلمت أنا باللغة أتكلم بكلمات أعرفها ولكن هناك كلمات لا أستعملها فإذا سمعتها فهمتها إذن هناك الذي أستعمله فإذا استعملته أفهمه وهناك الذي إذا سمعته فهمت معناه ولكن هناك جزء ثالث لا أستعمله وإذا سمعته لا أعرف معناه وهذا الجزء الثالث أعطى من جزء الثالث من هذي لا يعرفون كلمة أعطاء أبدا والرسول صلى الله عليه وسلم مطالب أن يبلغ عن ربه فقرأ عليهم إنا أعطيناك الكوثر فنمي أفهمه فقال إنا أمطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانيك هو الأبطر هل إنا أمطيناك قرآن هو تفسير يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرد علم أنهم لا يعرفونها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكرر الكلام عندما يكرر فإنما يؤسس عليه شيئا جديدا لا تكرار في القرآن ولا تكرار في الحديث إن يوجد نفس الكلام دان لتكس كانونيك نيردندانس دان لتكس كانونيك أبتان وعندنا الحجة فعندما أراد أن يعيد هذا الكلام نفس الكلام ماذا؟ بماذا قال؟ قال كم من عدق رداح الأولى قال كم من عدق رداح ودار فياح لأبي الدحداح والثانية قال كم من عدق رداح ودار فياح ليه؟ لأن عدق هو العرجون فقط بما في ذلك من شماريخ شماريخ هذه الأقرب هذه الشماريخ المحملة بالتمر الجنة قال كم من عدق رداح رداح ثقيلة 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 كم من عدق رداح ودار فيها ثم قال رسول الله لا هذا لا يكفي لا بد أن تفضل عليه والرسول صلى الله عليه وسلم بفطال كريم قال كم من عدق رداح والعدق بالفسح هي النخلة كلها بما فيها من شماريق وعصان وكذا فلا يكرر لتكرار فقط وإنما يكرر فيؤسس عليه شيئا آخرا أبو عبد الله بن الفخار الأبيري من إلفيرة بمقاطعة غرناطة شيخ الإمام الشاطبي صاحب الموافقات كان يطلب من تلامدته أن يقفوا فيقولون الآن قالوا الآن نقطة جئت بالحق لأننا يقولهم إذا وقفتم قالوا الآن لا بد أن يقدر المقدر الآن فاهمنا بعد أن سألناك فلا من الفهم ثم سألناك فلا من الفهم فسألناك ثالثا فاهمنا الآن نعم نقوله في المغرب الآن وخ الآن فاهمنا أما أنت فقد جئت بالحق دائما وهذا ترجمه المترجمون وعلى رأسهم مونتي وترجمه بعده كثير من الناس ترجم هذا المقطع فقال الآن تنسى أعبورتنا ترجمه على الحق والذي ترجمه صديقي هوان برنت من جامعة برسولون بالسบنة ترجمه هكذا وهذا ترجمه ترجمة ترجمة جيدة تنبحوها وما كادوا يفعلون ولكن ترجمة الآن نجيت بالحق وحضارة أن نبقى بهذا لأن 23 دولة تتحدث باللغة الإسبانية فقد يقولون هؤلاء المسلمون يجعلوا من موسى من تيروس حاشا لله ويتشددون المغاربة يتشددون أكثر عندما يتعلق الأمر بالظرف الزمني أو المكاني يتشددون حتى في هذه الآية التي نقرأها كلنا بدون وقف نقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين نقرأ هكذا متشددون أكثر من عبد الله بن الضخار يقول لك ليه متى أكمل لكم الدين اليوم لأن قبل اليوم لم يكن كاملا ومتى أطمم عليكم النعمة اليوم قبل ذلك لم يكن ولكن الدين دين الإسلامي لقد رضيه لكل الناس من أول رسول الله ونقول ماذا نفعل قل قيفوا لأن ديك الواو الأولى واو عطف وأما الواو الثانية فهي واو استئناف كيف نقرأ يا مولاي دوء عند نشيون قال اقرأوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذا سمح مولايا وسيدي أختم حديثي بما بدته به بالدعاء له بمولانا أمير المؤمنين حفظكم الله يا مولايا دخرا وملادا للإسلام والمسلمين